اشتركوا في القناة مجنى الكامل صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا هذا الكامل الذي قال فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يمدحه بكريم الخصال قال وأكمل منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلدي النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في كمال أخلاقه ومعاملاته مع أعدائه وقد خصصنا هذه الحلقات لمعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه في المواقف المختلفة والتي كان معظمها يدور حول محاولة قتله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن القتل فليكن إيذاء بأي شكل فإن لم يكن الإيذاء فليكن السحر يتعاملون مع الشياطين لسحر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلاً كما جاء بصحيح البخاري وغيره أن اليهود سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلاصة هذا السحر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخيل إليه كما في الرواية أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أصلاً هذا الذي تأثر به صلى الله عليه وسلم فلكنه لم يؤثر على عقله لم يؤثر على الوحي الذي يتنزل عليه كيف وهو المعصوم الذي عصم الله سبحانه وتعالى عقله وعصمه من الزلل وعصمه من الكبيرة وعصمه من كل شيء يشينه عليه الصلاة والسلام فما أخذ عليه عدو ولا صديق شيئاً يؤخذ على النبي كما يؤخذ على غيره من الرجال فكان السحر هذا يؤثر فقط فيه كمرض من الأمراض فالنبي عليه الصلاة والسلام كبشر يصيبه ما يصيب البشر يصيبه الحمى ويصيبه التعب ويصيبه الإعياء وأصابه أيضاً هذا المرض وهو السحر الذي كان يؤثر في شيء فقط لا يخص الرسالة ولا يخص العقل بعض الناس أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه لا إذا قلت سحر إيبا أنت كده هتأثر على الرسالة طيب إحنا مش بنشوف ناس مسحرين الرجل اللي بيكون دخل على زوجته يوم دخلته ويسحره الساحر سحر الربط بحيث لا يستطيع جماع زوجته الرجل نفسه الزوج العريس ما بيكونش عارف أنه انسحر ما بيكونش عارف أنه مربوط عن زوجته لا يشعر بهذا الأمر إلا حينما يريد أن يأتي زوجته فيفاجأ فيفاجأ وهذه سحر يعني حتى لم يعلم به مش هنقول علم به ولم يؤثر عليه حتى لم يعلم به فإذا السحر فيه أنواع لا تؤثر في عقل الإنسان نفسه حتى الذي يتأثر في عقله ببعض السحر تأتي إليه أحوال يكون فيها سليما هذه أصلا لم تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير عقله في لحظات ولحظات لا إنما كان فقط يعني وهو إذا يعني ذكر نساءه تخيل أنه مع امرأته وهو ليس معها تخيل في الذهن فقط ولم يؤثر لا على عقله ولا على الوحي الذي أوحي إليه وإذا به في يوم من الأيام يأتي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و يقول لها أشعرت يا أم المؤمنين أشعرت يا عائشة أنا أقول أم المؤمنين لكن هو كان يقول لها يا عائشة أشعرت يا عائشة أن الله سبحانه وتعالى أفتاني فيما فيه شفاء الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم زجته وهذا من حسن العشرة إن الإنسان يكلم زجته بما يضايقه بما يفرحه بما يحزنه لازم تشرك زجتك في الحديث معك عشان يكون فيه ألفة فهو يقول لها أشعرتي ما دري تيش إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أفتاني فيما فيه شفاء الحاجة اللي فيها شفاء ربنا دلني عليها قالت يا رسول الله ما هي قال أتاني رجلان الرجلان دول ملكان طبعا أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجل عند قدمي فقال أحدهما للآخر والرسول يسمع الرسول كان نايم فوجئ إن واحد عند رأسه هو رجل عند قدميه وأحدهما يقول للآخر ما للرجل الرجل ما به فالثاني يقول له مطبوب يعني إيه مطبوب مطبوب كانوا بيطلقوها دايما على السحر ولذلك لما الرسول جه يدعو قريش وعارضوه وكذبوه قالوا له إن كنت تريد مالا أعطيناك وجمعنا لك من أموالنا إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان بك طب دعونا لك الأطباء يعني إن كان بك سحر جبنا لك الناس اللي تداويك فالملكين هنا بيكلموا بعض ما به قال مطبوب قال وما طبه أو ومن طبه مين اللي سحره فيرد عليه ويقول له لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم اليهودي لبيد بن الأعصم قال في ماذا عمله سحر في إيه فقال الملك الآخر في مشط ومشاقة أو ومشاطة في مشط والشاعر اللي بيخرج من المشط وجف طلعة ذكر يعني نخلة ذكر بيكون طلع منها الطلع الطلع اللي بيخرج منه لإيه آه شماريخ البلح يروح مفتوح كده وإيه ويبقى الجراب تحت باقي بقية لإيه آه الجف زي الجراب كده فخدوا الجراب ده وحطوا فيه المشط والمشاطة والعمل اللي عملوه ورحوا محطينه فين كما قال الملك فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم و آه ردمت البئر دي ردموها حتى بيقولولي يا رسول الله استخرجتش العمل بيقول جيت رحت هناك أما وصل إليها والعمل لسه موجود هناك فيقول أنظر إلى النخل كأنه رؤوس الشياطين و قالت يا رسول الله هل لا استخرجناه نستخرجه فقال لها ما أردت أن أثير على الناس شرا خلاص ربنا شفاني وعافاني وداواني والبير اتردمت أصلا وانتهت قصتها والعمل اتردم فيها فاللي هو السحر و شفاه الله سبحانه وتعالى ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يريد يثير على الناس شرا ايه هو الشر ايه هو الشر اللي كانها يثار على الناس كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهؤلاء الناس ويؤدبهم ويعاقبهم كان ممكن لكن كان هينتشر الخبر والسحر وسحر وساحر وساحر وعرفوا يسحروا النبي فحب يقفل الموضوع ده خلص ومعملش ازعاج مدام ربنا شفاه يبقى ايه خلاص انتهى كلام ده ممكن نستفيد منه في حياتنا كثيرا ساعات انت وانت ماشي كده تحس ان عربية دقت فيك من وراء فبتروح نازل جاري على عربية تكتبص فيها ما لقاش اي حاج قول الحمد لله ويمشي لا لازم ايه يعمله ازعاج شوية خلونا نتعلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكامل عليه الصلاة والسلام وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة